أعرب مصدر رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعامل الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نازيف دماء الأبرياء في القطاع قل المصدر أن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة تواني الاتهامات للوسطى واتهمهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب في اتخاذ القرارات المطلوبة طارا يتهم قطر وطارا يتهم مصر للتهرب من قراره بوقف إطلاق نار وأضف المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق نار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعض طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور وذلك نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة هذا وأكد المصدر أنه من الغريب استناد بعض وسائل الآلام لمصادر تطلق عليها متلعة ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشر لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة إذا ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم قرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا الاعترافة رسميا بدولة فلسطين في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة دولة الفلسطينية المستقلة على حدود السابع وستين وعاصمتها القدس الشرقية هذا ودعت جمهورية مصر العربية الدول التي لم تتخذ هذه الحطوة بعد إلى المضي قدما نحو الآتراف بدولة فلسطين أعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لثقوق الشعب الفلسطيني المشروع الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود وتمكينه من إقامة دولته المستقلة هذا وأكد مصدر المصري رفيع المستوى استغرابه من محاولات بعض الأطراف تعامل الإساءة لأجهود المصرية المبزولة لوقف إطلاق نار بغزة وأشار استغرابه أيضا من استنادي بعض وسائل الألام لمصادر تطلق عليها مطلعة في هذا السياق في غزة يوصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم المتين والتاسع وعشرين على التوالي مخلفا عشرات الشهداء أو ألاف الشهداء والمصابين بعد قيامه بأعماله العدئية وأيضا الإصابات بالألاف في صفوف المدنيين الفلسطينيين والتسبب في ضمار واسع في سلسلة غارات على مناطق متفرقة في غزة هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء ثلاثاء مجزرة بحق النازحين الفلسطينيين في منطقة زويدة وسط قطاع غزة ارتقى خلالها عشرة مدنيين فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وأم حامل وأيضا أصيب عدد الآخر بجراح متفاوتة هذا واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خياما تأوي نازحين في الزويدة وسط قطاع غزة ما أدى لارتقاء وإصابة عدد كبير من النازحين غالبياتهم أطفال ونساء وفي مجزرة الأفرة ارتقى ست شهداء فلسطينيين وأصيب ستة بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة بئر النعجة شمال غزة وصباح اليوم ووصل طائرة الاحتلال ومدفعياته قصف واستهداف عدة مناطق في غزة ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والمصاوين هذا وأفادت وسائل أعلام فلسطينية باستمرار الاشتباكات الضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية سيلت ساعة الليل وحتى صباح اليوم وأشارت إلى تركز القصف المدفعي على حي يبنى ولجنينة في رفح الفلسطينية في هذا السياق كانت أعلنت صباح اليوم أربع دول الاعترافة رسميا بيئة دولة الفلسطينية اعتبارا من الثامن وعشرين من مايو الجاري وهما أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا هذا وقال رئيس الوزراء النرويجي يونس جار قال إن النرويج تعترف بالدولة الفلسطينية رسميا اعتبارا من الثامن وعشرين من مايو الجاري وأضاف أنه على الدول الأخرى أن تحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحسب وكالة رويترز وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسبانية الاعترافة بدولة فلسطين وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار بالمنطقة وأضاف أنه ستتم مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لمساندة الفلسطينيين ودعم حقوقهم مؤكدا أن بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل حل القضية الفلسطينية وأنه يعرض أيضا حل الدولتين في الشرق الأوسط لمخاطر عديدة من جانبه أكد سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي الاعتراف بدولة فلسطين وأضاف أنه يتوقع انضمام دول أخرى إلى أيرلندا وإسبانيا ونرويج في هذه الخطوة خلال الأسبوع المقبلة وبدورها رحبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم بأتراف إسبانيا ونرويج وأيرلندا وسلوفينيا بدولة فلسطينية وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في تصريح له عبر منصة X قال لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين معربا عن شكره لدول العالم التي اعترفت وستعترف بدولة فلسطين مؤكدا أن هذا هو السبيل الاستقراري والأمني والسلامي في المنطقة ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوبينيا بالاعتراف بدولة فلسطين مرة أخرى مشاهدين الكرام وفي ختام هذه التغطية أنه أعرب مصدر رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعامل الإساءة إلى الجهود المصرية المفذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع وقال المصدر أن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعب التوالي الاتهامات للوسطاء واتهمهم بالإنحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب في اتخاذ القرارات المطلوبة طار يتهم قطع وطار يتهم مصر للتهرب من قراره بوقف إطلاق نار وأدف المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق نار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعض طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة